موسيقى فيها الرجل ما قالته واشنطن مرارا عن ضرورة إبعاد العراق عن النفوذ الإيراني وعدم خضوعه لأي طرف لكن في لهجة مختلفة قد تكون أشد وعيدا هذه المرة مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولان والتي لطالما كان إرسالها نذيرا لحرب مرتقبة تلوح واشنطن حاليا بشنها ضد إيران الخطوط الحمراء التي رسمها بومبيو في الزيارة شددت على ضرورة توفير الحماية المناسبة للأمريكيين في العراق من التصعيد الإيراني في المنطقة في إشارة صريحة لميليشيات ووكلاء إيران في العراق من جانبه قال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إن العراق سيلتازم بحباية البعثات الأجنبية العاملة فيه وإنه لن يسمح بوقوع اتداء على أي مقر عسكري أو سفارة أو شركة أجنبية فضلا على تأكيده سياسة حكومته الالتزام بمصالح البلاد وشراكتها الاستراتيجية مع واشنطن هو الإنذار الأخير إذن للعراق لوقوفه مع إيران كما يقول نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي حيث رجع عبد المهدي خطوة للوراء بعد انجراره وراء ميليشيات الحجد في تصعيد هذا الضوجود القوات الأمريكية في العراق ويؤكد الأعرجي بالتوازي مع ذلك أنه لا مفر للعراق بالنسبة لواشنطن بأن يكون مع القرارات الأمريكية ضد إيران وهي النقطة الفاصلة لواشنطن بعدم استهداف العملية السياسية والميليشيات الموالية لإيران في العراق والتي على صوتها في المنطقة حتى أكثر من طهران ذاتها وإن عدم التزامها بتغيير الخطاب سيدخل العراق بحسب السياق المنطقي الأحداث في متاهة لا رجوع عنها حيث ترقد المنطقة على فوهة بركان حرب قد تنفجر بأي لحظة